عندي واحدة عندي واحدة هنقرر لهم من بداية ونهاية لبنه كثير لكي ضر فاش وصل هو عقبة بن نافع ومجهد المصادر الإسلامية حيث أنا سمعت كذلك سمعت الأستاذ عبد الخلق كي يقول كينين لا يوجد دليل بأنه عقبة بن نافع وصل ما كانش ما كانش أنه وصل شوش وأنه بالترحيل وهذا الشي اللي كان دبا في بداية ابنه كثير لا هادو واش أمنين هو ابنه كثير هادو كان الخوصوم اللي يكسبوه مستريخ المستريخ يا ما 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 تسيقين أنا العكس أنا هادو الشي اللي كان شوفوه ماشي من مصلحة المسلمين بحي المتلك يقولك ومضى حتى دخل سوس الأقصى فاجتمع البربر في عددين كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى فقاتلهم قتالا لم يسمع بمثله فقاتلهم قتالا لم يسمع بمثله فقاتل خلقا كثيرا منهم وأصاب نساء لم يرى الناس مثلهن أنا العكس أنا تشكي جيني أنا لا هما بغوا يعطلوا ذاك البطولات الزائفة ماذا تحب البطولة هادو لكن أنا هو نعم وفي ذاك الوقت كان يعني مثلا من اللي يقولك في خيبر أن النبي دار في خيبر واشنو داروا علي أنه وحيد الباب كي يهزوه 41 أصاب نساء لم يرى الناس مثلهن فقيل إن الجارية كانت تساوي بالمشرق ألف متقال أو أكثر من ذلك يعني كانت تساوي كانت تساوي كانت تساوي كانت تساوي ترو سميته لأن شنو هادو مير ناطحة وما أكل السبب قال لك تكذبونا على التاريخ من نيتكم هالإخوة ما عانينا هذا 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 أدرا موسى لو كي قيل عندي على القليل وكان عنا كذلك موسى بن نصير هو بعد ذلك كان أما عارفنا بأنه وصل للمغرب قال لك سمعوا مزيان الإخوان موسى بن نصير صفت يعني خدا الغنائم وذلك الشيء خدا الغنائم والغنائم شكا نقوله الغنائم داب والنساء وأسميته صفت لهم صفت الدماشق العاصمة المسلمين صفت لهم 20 ألف 20 ألف مرأة وطفل 20 ألف مرأة وطفل وهذا 20 ألف مرأة وطفل أرى الخمس الخمس دي الغنائم طور الخمس يعني أرى هو سبا 100 ألف مرأة 100 ألف وصفت 20 ألف وفاش قال لي الخليفة قال لي طب صف لنا 20 ألف قال لي لما بغيتي ما عنديش مشكل نصف لك 20 ألف أخرى يعني غالدي ياخد 100 ألف أخرى هذا الشركة يجبون لكم الإسلام لا يسوقون لكم لا تسلموا لا تسلموا لا يريدون يأخذوا العبيد ويأخذوا الطروة بلادنا قال لهم قال لهم أريدوا نساءهم وأموالهم ولا أريدوا إسلامهم لكن أعطان الله هذا الميصر المطاري هذا لهم الإبادة هذا لماذا كيف يقول الدكتور كله لماذا لا نفتخروا بما يصر المطاري ولماذا لا نفعله نحن نتلقع ولماذا لا نحن نحتفلوا بذلك النهار الذي يحرك عليهم قاعد المشارقة ولماذا نفعله ولماذا لماذا لماذا كان في صغر بعقب ولماذا نفعله لا نعلم بعقب بن نافي لا نفعله أكسير ونفعله أموالي ولماذا نفعله زيادة من تعزى بعزاء الجاهلية أو نسيتك 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 لا نفعله عقب بن نافي اثناء والشوارع والشوارع عند مدارس المساجيات المساجد ماذا نظر وقيت كارثة ولم يفهم وعقري وحوري أنا أكبر في مغربي والتاريخ المغربي لدينا عظماء في التاريخ المغربي وعظماء أعباد الله أنا أعجب من المشترقون نكسب عليهم مدراسة ونرى الضارح يوسف بنه تشافين في مراكش ونرى الضارح العروبي بنه عباد ونرى الفرق باقي الإديولوجيا اليوم ونرى الفرق باقي الإديولوجيا لماذا لدينا ملك عظيم مثلا من الإسلام بحال يوسف بنه تشافين أو المنصور الدهبي كانوا عظماء في التاريخ كانوا يرهبون العالم كانوا يرهبون العالم ونرى الضارح ونرى الضارح ونرى الضارح ونرى الضارح لكن شخص كان مجرد ونرى الضارح ونرى الضارح ونرى الضارح ط还د أحبه المنصور ونرى الضارح ونرى الضارح ونرى الضارح وما سبعهم سير تهاجعوا المارينيين وبغوا شرعية دينية وواحد قال لهم ناد في صباح قال لهم الديران يحلمت هذا هو القبر قال لهم مولا يدريس ناد وابنوا عليها القبضة اهدفوا من كناس في عهد مولا يسماعين هير مولا يسماعين شي واحد قرس كي يزرع الزيزون وهو يلقى شو واحد ميل مازال ما تحلل قال لهم مولا يدريس ما شكل كان هنا رأى مولا يدريس اللي كان هنا ومنها ودك الدارة من كناس ودك الدفاس عود دارون يهلا ده باهد جوج قبور يعلم الله شنو في يوم واشقر وداو واشخميل واشهدي وشو الزيارات اللي كتكون عليهم وزحان عاد كنت فيه واحد سيبانا هادي سعرام وقلت كنا دار دايز من حداها وكان قولنا عشكونا الكافر بالله ذا ما اللي بدون هنا يا كانت فيشين عواض الخير هذا كله يدريس وحق الله يعني قلت عن واحد خيكا معي قلت شو سبحان الله النص المهار ما عارفين ولا اللي قارير ما عارفين ما شي قبروا ولكن بزعب كيف يبقاوا معكدين عليه وتمشي المولاي اليوس بنو تسافي اللي بري القبر يلو وهذا وتمشي القبر السعديين بصح قبور هم هادوك معلي هم شهد معلي هم شهد الهالة علاش لأنهم أمازيح صح ولأن الأخر لواش صريف هو ماش ماش صريف هاودي كمل كمل اعتقد ان انطلعوا الاخوان اللي عندو اللي بغي يتدخل معانا ولي عندو شي فكرة ولا اللي عندو شي سؤال ولا اللي شو واحد ممتفقش معانا مرحبا اللي يعني هم بدون نطلعوا نطلعوا الناس مرحبا اهلا مرحبا اهلا الله يحفظك شكرا بزاف الأخ عالي شكرا بزاف والأخ ما عرفش صراحتي فينا لكن ماشي مشكي مهم غيب بغيت نوحة الإشارة إلى رضيته البر كان في المقرارات دير المدرسة أول حاجة كان ندخله كان ندرو على الاستقلال للمغرب كان نقرأوا التاريخ كيفاش المغرب استعقله ذاك الشي وكان نقرأوا جملة وحدة هي سكان المغرب الأول ونهم الأمازيغ صاف هاتش اللي كان قرأوا وكان نقرأوا جزيرة العربية والفتوحات وكذلك يسمى بما يسمى بالفتوحات ما كان يسميه وانا ما عنديش في القاموس لا يريد أن تكون قاس تسميتها فتوحات مهم الحضرة الأمازيغية اللي كانت في شمال إفريقيا قبل الغزو العربي هذه الحضرة عريقة وتتعبر على تاريخ طويل كانت تفتخار بألف السنين من الوجود وكانت لديها إسهامات كبيرة في مختلف الميادين بحل الفلاحة والهندسة والفنون والأدب في الأمازيغية كانوا أظماء اللي ساهموا في صيانة هذه الحضرة مثل الملكة هي الغنية عن التعريف واللي كانت تتحارض الغزاة وكانت تدفع على الأراضي ديالها وكذلك الملك الزير من العوان وملك الزير من العوان وملك آخرين اللي واجهوا الفتوحات العربية بما يسمى الفتوحات وهم الغزوات بما يسمى الغزوات العربية بكل شجاعة هذا الملك كان عندهم دور كبير للحفاظ عن الهوية الأمازيغية ورفضوا الاحتلال بكل الحزن الحروب مع العرب كانت قاسية صراحة وبالزاف وواجهناتها حديات كبيرة لكن الأمازيغ بقت مقاومتهم حاضرة ومن المعروف أن قبائل الأمازيغية عديدة بحلقة بنا مسموضة ونفوسة لا سمعته بها تهي لعب تدور مهم في هذه الحروب وستمضوز عما في أقصى الظروف أحلاك الظروف ومن الأشياء التي تجعل الحضرة الأمازيغية مميزة هي مكانة المرأة فيها المرأة الأمازيغية كانت دائما محط احترام وتقدير وكانت تلعب تدور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية المرأة كانت تساهم في الفلاحة وتعلم الأولاد وتدوروا شؤون الدار وكانت تشارك في صناعات القرار داخل القبيلة يعني استرولي على صناعات القرار كانت تشارك في صناعات القرار داخل القبيلة ورغم كل تحديات الحضرة الأمازيغية بقت صامدة وكانت تشاهد إحياء كبير من خلال الفنون والموسيقى والأدب وكانت بثاف من الناس الذين يعملون على تعزيز الهوية الأمازيغية ورفع الوعي بتاريخها وتقفتها منهم أستاذ عاصيد وكلاب والإخوان كامل الذين معنا والذين يشاركون بكل موحدة وأخيرا نختم بها دعونا نحتفلوا دعونا نحييوا ونحتفلوا بالجدور لكي نحييوا الحضرة العظيمة لازم علينا ندافع على طوراتنا الأمازيغية ونعلموا الأزياد تنمير 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 باشغة تحية تاريخ الأمازيغي هنا ركت عرفي باللي هو 2894 سنة والمسيحي 2024 والعربي 1400 فهير الفوارق ربما ينظر الانسان بسيط ويعرفون الحضرة التي كانت هذه الأمازيغية 2894 سنة لذلك ما إلا كنا في المغرب عندنا كنا نشاهدوا هذه الأمازيغية فالفضل يرجع الحركة الأمازيغية والناس الحركة الأمازيغية لا القدام لأنها أول حركة أول جمعية الساعة بعد الاستقلال ونجعل الأستاذ واكيم هو اللي يمشي في هذه القضية بردوا الاعتبار ما لهذا الناس؟ الناس الحركة الأمازيغية كيف يمشون عليها الناس المجرد أن تذكر الأمازيغية ولا تكتب الأمازيغية والناس سمضوا والله يطول في عمر اللي باقي والله يرحم من اللي يمشى سوى كيف تفضل الأخي؟ شكرا للمسا علي والأخوة المتدخين الكاملين وحتى الأخوة اللي يشاركوا في التعليق أقل عدي شوية تصدعيك بصدعي 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 نرجع بكم شوية الإنسان الأمازيغية عبر التاريخ واحد الإنسان اللي لا يقبل الوصاية باسم أيدي لأنها إلا ترناوح تسر التاريخي حتى الديانة خرامة شيغي مع الإسلام حتى أمازيغا تمردوا على المسيحيات تمردوا على الكنيسة تناطوس ولا الأخوة تمردوا نهارد لولد الكنيسة أنها بغت تستغلوا متوبة تمردوا على الكنيسة وكي اللي دارت ديانة وضعية ديالهم معناه أن هذا الإنسان الأمازيغي عبر التاريخ وهو أحد الإنسان اللي عنده قيام دياله وعنده مباتئ دياله اللي لا يقبل الوصاية باسم أي مسميات وهذا الشيء اللي بدناه احتمال المسيحية احتمال الإسلام نهار اللي جات مثلا الجيوش العربية مصطدموا معادي هيا قاتل يوم ديال المقولة إلا بالفعل جيتوا بالإسلام ولا بالكتاب اللي كيتعون لأخوة أعطيونا الكتاب ورجعوا بحالكم لماذا هذه الجيوش لأن الحاجة اللي كتبين ان 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 نسميه الغزو العربي لشمال إفريقيا وليس الغزو الإسلامي هذا السياق اللي جات فيه في واحد العهد الأبويين كانت تفوق للعرق العربي في الخلافة الأبوية وليس الإسلام كانت تفوق العرق العربي كان القادة هم العربي ماشي مسلم طبما الفكرة فهمتوها لذلك تسميه الغزو العربي لشمال إفريقيا وهذه اللي سترة الأحداث التاريخية إلى هذلك نرجعنا مثلا الكتاب الرزو العربي لشمال إفريقيا نيتس اللي هو العنوان محمد دي الأحمد زاهيد في هاد الأحداث التاريخية بالنصوص وبالوثانيق موجودة هذا جانب أخر الجانب أخر اللي ممكن سياقني اليوم السؤال المطرح هو اليوم أما المسألة ديال التاريخ تحتاج إلى إعادة قراءة أو إعادة تصحيح وعلاش باش تبنيوا الأجيال على واحد الافتخار بالذات بالرموز الوطنية ديالهم باشي التبجيد الآخر والاحتقار ديالرموز الوطنية وبينيهم إكسل ديها ميسر المطاري هاد الزعباء كاملين هاد إمبراطورية كاملة علاش لأن التاريخ الرسمي تمت شويه ديال الحقيقة التاريخية ديالهم بل من سباهم بالحقير ومن نعتهم بالزنادق والغفرة إلى غير ذلك فهنا الأول لإعادة قراءة ولا إعادة صحيح هاد هاد تاريخ المشوى وبناء واحد تاريخ اللي يجعل الإنسان المغربي بشكل عام يفتخر بالذات دياله ويفتخر بالأبجاد اللي يصنعوها الأجداد دياله هذا جانب أخور جانب أخور اللي ممكن لأنه يالله 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 مرين على واحد الذكرى ديال 17 أكتوبر 2001 اللي هو ديال خطاب أجدير اللي هو أول 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 مرة وغطيت عطار في أعلى سلطة في البلاد بالأمازيغية كمسؤولية وطنية وبالكل لجميع المغاربة وهذا الشعار بالبين الشعارات لرفعة الحركة الأمازيغية في الوثيقة ديال بيثاق أجدير في 1991 النظارات دياله هاد شي لتحقق على مستوى المؤسسات من الاعتراف من الترسيم من الاعتراف بالسنة الأمازيغة وطني إلى غير ذلك كما قال الأخ العالي الثالث هو جاءنا نتيجة الطحيات ونتيجة الكثير من الطحيات لأن كي الناس اللي كلوا العصاء للأمازيغية مش هي الأمازيغية جتاك كي الناس اللي كلوا العصاء كي الناس اللي مشوا شهداء كي مختطفين بالجهور المصير الى حد اليوم مثل الدكتور اللي ساري الأمازيغية ومتخرج من الجميع وكان أستاذ محاضر تعيين أستاذ محاضر فصرفت ولحد اليوم هو مختطف بالجهور المصير لأن الهيئة الإنسان ولمصالحة في 2004 قدمت تقرير النهائية المجلس الوطني لحق الإنسان دون أن تكتشف الحقيقة والمصير ولحد اليوم يبلع العائلة دي المجمعة الباص عندهم جمعية وعندهم إلى غير ذلك يولادون بيكشف عن الحقيقة عن مصير الدكتور مجمعة الباص كذلك وحد السياق اللي كان كان غير تقول الأمازيغية كان مبنوع مثلاً أول جمعية أستاذ في المغرب باش تناظر على الأمازيغية كانت هي جمعية البحث والتبدو الثقافي بحث التبدو الثقافي لإستساب رهبخيات وشفيق وعصيد إلى غردلي ولكن فكانوش كادروا على الأمازيغية كان مبنوع تقول الأمازيغية كادروا على شي حاجة سبت الثقافي الشيء فقاش غتون اللي تستعمل كلمة أمازيغية حتى لهاية السبعينات والبداية والثبانينات وبالخصوص التأثير والآخر مع الربيع الأمازيغي أو تفسويثي مازيغة اللي وقعت في الجزائر بعد ما تبنع الدكتور موند المعمري من إلقاء واحد المحاضرة الجامعة التي زيوزو حول الشعار الأمازيغي القديم بدرت واحد تفسويث أو اسمت الربيع الأمازيغي واحد الإحتجاجات كبيرة في الجامعة والسلطة القطب للجامعة عمّت الجزائر كامل وصدوا فيها شهداء وقالوا بالتالي وقال لها واحد تأثير حتى على مستوى الوعيد حتى على مستوى المغرب لأنه في ثمانين واحد وثمانين غا يختطفوه جمع للباس ما غا يبان عليه صدقاء زيكو غا يتعتقل غا يكتب البقالات دياله إلى البقال حول فهم الحقيقي لثقافتنا الوطنية كذلك غا نشوف بعد الآخر بعد الثمانين غا نشوف تسقينة منعطف تاريخي في نظرة الحركة الأمازيغية مثلا في المغرب ثم في فوق ميثاق غا يجتمعوا فيه حيث ع surve unconditional مستوى الوطني على مستوى المغرجة لما من الرف çünkü الاستقافijk وسط يجتمعون في ا transaction ولا يمكن как ثم صاحبت الميثاق هم تبقى Wolf اتساسها او الدولة في المغريف في الخطاب ديال اجدير اللي كانت في 17 اكتوبر اللي كانت الذكره دياله والبارح 17 اكتوبر اشنو هي هي الشعار ديال الوحدة في التنوع والشعار ديال الامازيغية مسؤولية وطنية ومذكر لجميع المغارب ان شلي جاف اللي في خطب اجدير خطب اجدير الدرف الفين واحد اللي تسس على اثره واحد المعهد اسميته المعهد الملكي الثقافة الامازيغية وكان واحد الظاهر اسميته ظاهر اجدير ظاهر الاجدير شنو كيفية بزاف ديال الفوصل من بين الفوصل اللي في الفصل الثاني مثلا كي يقول اه كي يلح على التعليم ديال ولا ادراج الامازيغية في المنظمة التربوية اللي بعد عامين غادي تبدأ في الفين وثلاثة الفين وثلاثة الفين ووربعة غادي بدأ التدريس ديال اللغة الامازيغية في المغرب اه بواحد بواحد الشعار ولا بواحد السياسة بتتدرج انها ماشي غا نعم بو الامازيغية في المدارس كاملين اه انت تسمح لي يا اخه اللي فقط ما كين تضاجيج كي شوية الصداع وصداع شوية وكي يكتبوه بزاف تعلنس في التعليق ذاك الشيئ لاش وقالكين في شي مقهولة شاشة بحلالة شاشة بحلالة شاشة بحلالة كوكيك انا برا انا في البقاء انا برا اه ذاك الشيش كين اه كي شوية تعالصداع اخلي الاخوان اخرين ديروا مو دخلاتياله شكرا تنبيشت شكرا شكرا الاخ نعم اعتبارهم انا اعتبار وليدي اذب وخوتي انا بوحدة اللي انفصلت عليهم بهذه القضية هذه اللي انا منبحت شوية وهوما حاليا ينكي قلوب لانهم عرب لانهم هم شرفاء يعني وقال لك ما شي زعما اغيب الهضراء قال لك عندهم كتوبة للك وثائق اللي كتدلة لانهم شرفاء التي كتتت مثل ذلك الوثائق في شجرة النساب وكتب النساب واحكام الشرعية وثيقيا رسمية وضائر شريفة اللي كتأكد انا عائلتنا من سلالات داريسة ومن سلالات سلالات الشرفة. وانا فاش بحثت ذاك شي وانا انا من عادي انا كنت في الاول كان عندي واحد نحييز على هذه الامازيغيين وكنت كان قول مني كي قيطة الامازيغية كان قول باننا بغاوين انفيصال بغاو يدعو لنا مشكلة في المغرب بغاو كده بغاو كده. كان عندي واحد العصيبار في الاول. ولكن ابا لي فاش بحثت وفاش عرفت ان كيفاش غزاوا بلادنا وكيفاش غزاونا وانا نكون بصحة من هاد السلال اللي يقولوا انا انا كنت حيد منه انا ما نفتخرش بها وليس لي الشرف نكون انا عربي انا امازيغي وكن نضبش لحاق وانا اكيد انا والدي او جدود جدود جدودي غير غالطين واناكشي غير تركي وخيكون وثائق وخيكون نكشي اللي بغي يكون. انا جيسي تدير لعدين. عد هضر معي بلعدين. مزرش معي بلعدين وطرش الماياه ام باش قد قولي انا 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 عربي انا كده. هادو كل عليك يسمي ورسهم عرب. هو مولاد السابايا. واحد حاجة. واحد الاخ الكريم. كان واحد الحلقة برناها مع الدكتور كلام. هي نهاية اسطورة الاداريسة. ما كنشي حاجة اسميها اداريسة في المغرب ده. اللي يقول كان من الاداريسة عرفوها ذاك عهد المارينيين. كان ما كانواش عنده الكتافة للخدمة. ومش دار ذاك ذاك الورقة عند الفقه. على اساس انه كنت من الشرفاء باش يبقى يتخلص. هدا باكي. اما ادريس ادريس الاول ما خلحت اولد. ادريس تاني ماشي ولده. اه من بعد احتدك ادريس تاني اللي كيقولوا انه ولده ولا مانعت شنو. اه انه اخر ادريسي التلف الاسكندرية في ميصر. يعني احر كلهم في مغربة. مع ما كنشي حاجة مثال ادريسة في المغرب ولا الشرفاء ولا ورد. انا شريفة. انا شريفة. انا شريفة وندعي لك. او الدعوة ذلك تقبل. شريفة. اذا شريفة. اه درسلها بالامازيغية بدأتك تعوجك. اي اشتيا. اي اشتيا. انا اشتيا اي اشتريك الفيديو. اشتيا. ااااااا. لأنها اللغة الأمازيغية هي اللغة الوطنية للمغاربة هذه هي اللغة الوطنية اللي تفكرت الحاجة اللي تفكرت هي أنه عجل القادية اللي هضرت عليها براوت معم بالخليمي كاينة أنا عزيزي هالقادية اللي قلت بأنه جذر هنا أنا أنا واحد العم دي اللي توفى كان عنده الشجرة على العائلة ديالتنا وكان وراها عليها ويقول يا شوفي احنا من هنا ومن هنا ومن هنا وثاني وكتنا عقل صغيرة وانا كش مداخلش اللي اللي راسي وورا نقال ليه شوفي احنا شرفة وعانا من كان تامي وطي طلع عليها مع ديك الشجرة وهذا 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 صافي وورها لنا أنا يا الأب ديالي ديها ضر العربية الأم ديالي يلي كتضر الأمازيغية أم تا أنا كنت عندي تا أنا كنت من ناس اللي ضد الشلحة وكنت كان حشم منها حيث عنقول الشلحة آه نعود 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 شوف أنا متسامحة مع الماضي متسامحة ويه واش غادي ندير تروية احنا كنت نشوف مثلا عائلة ديالتي اللي هما أمازيغ تا شلحة وانجولة وانجولة نتعقب على هذه القضية بشي فهمو الناس وانجول سواسة كي يدروا السوسية ولكن كي يدروا مع ولادهم العربية وعلموا لولادهم العربية ما يدروا معلموهمش الأمازيغية علاش؟ حيث كي يقول لك يبدوا يتنمروا عليه في المدراسة ويبدوا يقولوا عليه القربوز حيث أي واحد كي يهضر الرواندي! فينك أخي الرواندي؟ أي واحد عنده ديك اللاكسون احنا را كبرت فسوس اوكي؟ وتصور فسوس وكنك هنحتقرو هديك الهجار اللاكسون اللي هضرتي وكينا عندك اللاكسون كي يقول لك قربوزة ويزيد وضحكو فيك وهذه را قدهية نحنا يا زع ماشي واحد يعني انتا يوالو انسان هبطي من الجبال وانا فاش كنت كنشوف انا يعليش حنا كنا ندروا العربية انا كان هضر الامازيغية حيث الام دليل علمتها ليه ولكي فاش كنشوف باقي العائلة اللي هما امازيغ الاب امازيغ والام امازيغية وكي يدروا معولادهم بالعربية كي يقول لك اللا باشي اش هيديرو بشلحة احكا كنقول انا كنقول اش هيديرو بشلحة هيتنمرو عليهم اه هادي هادي وكبرت على اساس ان الشلحة شي حشا حقيرة وخيبة عرفتي حيث كان شوفهم كي يقول لك اللا ما تدرش بالامازيغية ما هادي ما هادي صاف كبرت على اساس واحد اللغة اللي ما خاصقش انك تقول را انتايا كتدر الشلحة وكان اعرف بزاف قرأوا معايا في الابتدائي والكوليج بلا ما نهضر على التي وفي اليسي وهذا اللي كانوا كي يحاولوا انهم ما يبينوش راهم امازيغ وانا كنعقل اول مرة شفت بعض الافراد دي الحركة الامازيغية شفتهم فاش كنت كان قرأ من الدراسات ديالي من بعد الباكالوريا وكانوا في المدراسة واحد الحركة الامازيغية ولكن كانوا عنصريين عارفتي عارفتي الى ما كتهضرش الحمزيان وهادي حنا يو عارفتي وخديت ديك الفكرة حتى انا خديت ديك الفكرة ومارا معقدين هدو كدر اردد في النتيجة العنصرية اللي تمارسها لهم سنين ملاكسما الحركة الامازيغية ماشي حركة عنصرية بالعكس تنويريا وكتقبل اخر سواء في الدين سواء اللغة هير هي الحركة الامازيغية كتقرب وجود اثنية لغوية ولكن مكناش اثنية عرقية كنم غير امازيغ احنا كلنا امازيغا بالتأكد كان من يتعرف بالتأكد لا حقيقة وما انت على حال انا نقولك كيف هي مثلا مثل سوريين والمشارقة المتابعة في الزمقين يقولك شلحوني انا انه امازيغا كانوا كاعبطة العرب في التارو دانس كيف تكون الفترة قبل ما تكون معركات الأشرف كانوا عندهم جرد المناطق تانجا وتارو دانس وكيدوزوا بالقوافيل وهذا الإيمازيغن دياننا كانوا يتعرضون لهم باش يسيفتوهم بحالهم وكيف يسيفتوهم طوال كيزولوا لهم حواجهم فلوسهم وكيدوزوا شلحونا شلحونا في التالي ردوها اسم قدحي يعني أنه ده مخار أمخار هو شفار هو شفار وأننا أما دائما عبر التاريخ اسمتنا إيمازيغن ما كنش شي اسمية أخرى حتى البربر هو اسم كان يطلق على كل من هو خارج النطاق الرومان الرومان يسموه الناس اللي مكين تموش لهم ولا للناس اللي اللي كي حاربوهم واللي قوية مثلا الألمان كانوا يتموا بارابيرا اللي كان نعيش فيها بحالك اسمه السوفاج لأنهم خارجين على الحكم وعلى المركزية الرومان وكانوا حتى العرب يتموا بارابيرا بالمناطق ولكن هما بحالوا تسقوا على المعري أنك برباري أنك أشلح أنك ما عايش خارج سياق التاريخ وأنهما التاريخ هما اللي جابوهما اللي داروهما اللي فعلوهما هذي أنا بالنسبة لي العرب كلما رأوا رشيقة سالة من فمهم اللعاب فيصبحوا وكرا للبعود والدوبة هذا هو العربي لهم اللورد قال لك جزك زوينة اللبسة شكرا للورد شكرا عزيزي الحاجة اللي غادي نقول يا أنه الناس اللي كتشوف مثلا كما قال أستدعب الخلق كتشوف مثلا احنا كنستنكرو بالهوية ديتنا ما بغينا هاش قالي كوفاش كان شوفوا مثلا الحباشة كي هاجرو الجزيرة العربية كيدوزو ميات سنة صافي كيسمي وريوصهم عرب يعني احنا الاصل سكان الاصلين البلاد وما بغيناش نكونوا امازيغ وكان قولوا احنا عرب وبالنسبة الناس اللي كي قولوا يا كيفاش العنصرية العنصرية هو بحال ده بقى انا انا مثلا انا مثلا قلت لكم وصول ديالي امازيغية امازيغية يعني والأم ديالي كتحددت بيها مزيان ولكن انا ما كنتقاش مزيان يعني بحال قلتي ديالي العربية المعوجات على القور ديال المغربة اللي كنين هنايا وفاش انا كنت قان اضرب الامازيغية كي بدوا يضحكوا فيها وهادوك المتعصبين اللي عودت لك عليهم وكانوا كي يعيتوا عليها تعربت اه اديتوا كي تعربت وما كلش كان اهملى هذي القاطع كنت قد تعصبني تعربت عربيت كنقولوا كيفاشو وما كده من الحوايش لك كلي خلاتني نطفر من هاد كان قلوا ما انتم اكتسموني تعربت وان انا نظر معكم قلت تعربت نتقى نظر معكم بالعربية كنت كان مشي مثلا البلاد وانتقى نظر معهم بالعربية كي قلوا لي الا استشلحيط وهو راسب 16 حيط كنقول له ما ليش نضربش للحقيق انتو ما كدوا يات عرب نضرب العربية للأسف للأسس انا كنقول عشت في واحد المحيط اللي حاولنا حاولنا ننكره اللغة ديال